حضرتك عملت إيه موضوع البنك؟ بالنسبة للموضوع البنك أنا بعد إذن ساعدتك يعني عرفت إن مدير البنك كان هنا فأكيد ساعدتك سألته على كل الأسئلة اللي أنت عايز تعرفها وبالتالي طبعا هو جاوب ساعدتك على كل الأسئلة وعلى من إمتى بطلب طلب وما يتنفذش؟ أنا آسفاً دخل منصوري فضل فضل إذاك يا أستاذ كمان يا صباح الفل فضل إيه بقى أخبار القضية؟ ورأي بقى وإن شاء الله تسمع أخبارك بصدر أفهمت بخي واحدة برار اسمها ولاية ومعها مدام ليلة عزيتي خليهم يدخلوا أحببت إزاي مع الدو باشا أخبارك طمنا تصدق إن أنا طول عمري بدور على معنى كلمة عين وبكحة دلوقتي بس عرفت معناها صدق إن أنا كمان طول عمري بدور على إجابة للسؤال ده بس ما عرفتهوش بس أنا عارفة أن أنا عرفه وغريب قوي خير أنا باستغرب إزاي حضرتك ما ترميهاش بره المادة لا يا فند معلش ياريت نتكلم مع بعضي بشكل أفضل من كده إن شاء الله آه مين بقى الأمور إن شاء الله أنا المحامية الخاصة بمدام ليلة أنا كنت بتأكد إنها هتقوم محامي تاني بس ما تخيلتش إنه يكون واحدة ست أصلا بتحب الرجالة قوي على حسب علمي ده فعلا بحب الرجالة ومين قالوا ما بحبهاش مين فينا ما بيحبش الرجالة بس الرجالة اللي بجد اللي على حق مش على ورق ولا إيه منصوري باشا؟ وعيزي أيه؟ لا يا فند أنا اللي عايزيك اتفضل ده إيه ده بقى إن شاء الله اتفضل يا باشا إيه ده؟ زي ما أنت شايف يعني إيه؟ يعني عقد الجواز رسمي يعني أنا مرات يوسف رسمي يا سلام؟ فجأة كده؟ ولا يكونش يوسف طلع من الطربة؟ كتب كتابه على حضرتك؟ ورجع تاني؟ لا يا فند التاريخ موجود على العقد والإجراءات كلها سليمة حتى المأزوني اللي كتب العقد موجود مش هايسيبك؟ ومين قالك إن أنا اللي هايسيبك؟ أوعى تفتكنا جايلك هنا عشان أقولك إن اللي بات حتة منك والجو ده؟ لا يا حبيبي أنا جاي أقولك إن أنا مش هايسيب حقني وهاخده يا معتداوية أنا عمحيك من وجود لا يا فندم معلش دا كده بقى تهديد وتهيق لي حضرتك عارف يعني أنا ممكن دلوقتي إنزا يروح القسم وأعمل محضر بعد من التعدي أنا ومدام لايلا يا فندم جايين علشان قطر نحل الموضوع ده خالص مش عايزين مشاكل أنتوا برضو أهل ويعني يبلاش المواضيع تتطور بينكم أكتر من كده بره بره اطلعي بره بره ايه؟ سواني من فضلك لو سمحت يا فندم لازم نقود نتكلم مع بعض بره بقولك هو أنت شايف نفسك قاد فينه بتطردني منيني دي شركة ابني انت معاك عقد جواز إذبت إن أنا مرات يوسف راسمي ولا يلحال في المراس فيه ايه 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 يا باش ايه؟ معلش أنا مقدرة حجم الصدمة اللي أنت فيها بس أنا هسكتلك المراتي عارف ليه؟ عشان أنت جد ابني يعني في معام والدي أه اه اه ابوعا فيهن الأمن اللي أنا؟ يا عم يا فندم يا فندم ما ينفعش كده أنا ماشي يا كبير المريدي بس مش هسكتلك وإنت حسابك معايا بعديني ليلى أنا عطلع على اسمي حاليا ماشي هعمل محضر بعدما بتعدي أي حاجة أنت تقولي عليها أنا معاك هي فيها لازم ناخد إجراءات خاصة حالاً دلوقتي عشان ابنك أنا في حجرة أنا منها أنا خايفة المعداوي يأخذ أي إجراء قبلنا المعداوي ممكن يكتب الشركة كلها باسم خالد وخالد دلوقتي متجوز صوفيا لا ما تقليش أنا هتصرف المهم بس اللي حق ابنك مش هادية طالما لي حق ولا إيه أه يلا